بسها الخير على كل مشاهدينا مسائل فل يا شريف مسائل فل يا شريف الحمد لله زي الفل انا وهو الوحدين النهاردة في الستوديو انا وهي ايا خلعت النهاردة ايا صوتها رايح النهاردة واكيد بتسمعنا وبتتدلع يا ايا اهو انا بقولك بقولك ايه اللي مايجيش من الستوديو يبقى متدلع تو حسألك سؤال عمرها حصلتك يعني مليون مرة كنت بعمل ايه كنت بتدلع برضي لازم انا اقراضها عمر على الهوى او عمر كان عندك مثلا تسجيل رمضان او حاجة وكنت بطلع وانا علينا لا وحصل حاجة صوتك مثلا فجأة راح ايه كتير بجوري يشهد هم عانا على الدرامز بجوري يشهد ايه بقى اللي حصل وصوت يروح وكلم ايوه مشاهدينا يا عزاء اهلا بيكو حلقة كتير في تريكس في اي تريكس في اي حاجة ما كانت تعملية توتي صوتك توتي صوتك هما مش هيحسوا انك موتي صوتك عشان المايكات بتاعتنا بتتعلق بس انت هتبقى التون بتاعك هيديك نفس شوي توتي يا جماعة توتي التون الدنيا تتزبط طب والله هي فكرة يا عزيز عمر ما فكرت فيها خالص تبني انبدأ حلقتنا يا جماعة ولا ايه عدينا حلقة حلقة قاوي النهار اه بجد اه اه طبعا عايزة اقولكو ان الناس كلها بتستعد الاجازة اربعة ايام ودموعي على خدي واحنا مواصلين الشغل سوز محمد هاني حول اه حنواصل طبعا مش مش بسامحة دينا رامز مش بسامحة احنا بقبل هوا بكلف نفس القصة عشان ما استفقى مش بسامحة بجد بس تبقى يلا حلقة قلت الحمد لله الناس كلها اربعة ايام يا جماعة واحنا بني قدمين طبعيين وعندي عيال وعندي جزء واب وكله حاجات واخوات عايزة شوفهم يعني وناده عيد العمال وشم معاهم نهارد عيد العمال ونرمين وناده وكله على الدرامز وبيقولوا برضو عايزين يشم ويلا يلا مش مشكلة عشان خاطركم كل سنة وعمال مصر طيبين امين يا رب بس طبعا احنا مش هنتكلم عن مفاجآتنا في شام النسيم علشان ما تتحرقش هنلعب ألعاب وحيبقى معانا حاجات حلوة لكن هنتكلم عن معانا النهارده على الاقل هم تلت فقرات مهمين انا بالنسبالي مهمين جدا جدا ومهتمة قوي بالمناظرة اللي هنتكلم فيها النهارده عن فكرة قبول الاسرة والمجتمع لفكرة استقلال البنات وان هم يبقوا مستقلين في المعيشة والسكن انا طول عمر يقول عن نفسي اما باد مام انا ام وحشة ما حبش موضوع الاستقلالية مش عشان شكف بناتي ولا علشان لا يا جماعة المجتمع هيقول ايه انا اسفة جدا في اللفظ اللي هقوله ولكن طز في المجتمع انا بحب ولادي حكتي تبقى معايا يعني عايزة بناتي معايا انا مخلفاهم علشان استمتع بصحبتهم واستمتع بكل حاجة في الحياة معهم ربنا يا رب يحفظهم هم المفروض هم كمان يستمتعهم اما انا كنت بستمتع بأمي اللي يرحمها وبستمتع لغاية دلوقتي بأبويا ربنا يديه طلط لهم لما فيك حصل جواز مع بعض برضو